الاجتماعي والاعتناء بالموارد الاجتماعية رغم الالتزامكم خلال الجلسات السابقة السيد الوزير بالتدخل الفوري لفرض حوار جدي ومسؤول يفضي إلى نتائج مرضية ومحفزة للمستخدمات والمستخدمين بالشركة إلا أن الحوار لا زال يعرف تعطورا كبيرا فمخرجاته لم ترقى مع كامل أسف حتى إلى مخرجات الحوار الاجتماعي الوطني الزيادة العامة في الأجور تحسين نظام التعويضات بل أدها من ذلك اعتمدت إدارة الشركة أسلوب المقايدة في التعاطي مع هذا الملف الاجتماعي مع كامل أسف فمقابل ما اقترحته إدارة الشركة في هذا الحوار حاولت تمرير بنود مشروع القانون الداخل الجديد الذي يعتبر تراجعا كبيرا عن المكتسبات التي تم تحقيقها بفضل نضالات كافة شغيلة القطاع وتضحياتهم والتي نعتبرها في الاتحاد المغربي للشغل خط أحمر لن نسمح بالتراجع عنها بل تضرب عرض الحائط الحقوق الشغلية المضمونة في الشريع الاجتماعي الوطني والالتزامات المغربية الدولية السؤال الذي يضل مطروحا السيد الوزير لماذا كل هذا التعنت في التعامل مع المطايل بشروعة للشغيلة القطاع لماذا تغامر إدارة الشركة باستلمي الاجتماعي إننا السيد الوزير في فارق الاتحاد المغربي للشغل نعتبر أن النهوض بهذا القطاع الحيوي والإستراتيجي لكسب كل الرهانات والتحديات المقبلة يظل رهينا بتجويد العلاقات المهنية وتحصين وتحقيق السلم الاجتماعي وزارة النقل وزارة وصية على القطاع ليست وصية على الشركة فوصية على خطوط الملكية كيفما هي وصية على خطوط العربية هذه النقطة اللولة النقطة الثانية كما هو الحال بالنسبة لجميع القطاعات الحكومة بالطبع دائما صاهرة على أن تساهم في خلق جو اجتماعي سليس تيمكن من تجوز تحديات دي الجميع الشركات كانت من القطاع الخاص أو من القطاع العام وفي هذا الباب هذا ومن هذا المنبر بغيت غير نذكر بأنه الحكومة مستعدة دائما باش تساهم في أي حوار اجتماعي كان كلما دعتي الضرورة إلى ذلك وشكرا